طب نعمل ايه بقى؟ عايزين نوصل الى حاجة تخلصنا من هذه الحالة تعال اقولكم شوية قواعد كده في مسألة التعبير عن الحب وازاي احنا مفروض نراعي المسألة دي اول حاجة اول حاجة ان الكلام الحلو ده مفيش حد ما بيحبش كلام الحلو كل الرجالة وكل الستات بيحبوا الكلام الحلو فلازم نعبر طول الوقت بكلام حلو طب الكلام الحلو بالنسبة للمرأة وصلها الى حد فين وصلها الى حد ان هي الفريدة الوحيدة اللي ما فيه ازايها ورزاق رسول الله re ACE يقول ايه من احب الناس اليك يا رسول الله يقول عائشة كلام حلو رسول الله re ACE دائما كان يقول لي سيد عائشة كلام حلو والكلام الحلو ده بيطمن الكلام الحلو ده بيخلي الشخص والزوج والزوجة في حالة حسنة يبقى ده كلام الحلو يبقى الخمس حاجات اللي هي الخمس لغات دول كلنا بنحبهم دي أول قاعدة نحن نحب كل الخمسة دول اللي هم إيه بقى نعيد الكلام الكلام الحلو أو كلام التشجيع تبادل الهدايا تاني حاجة الأعمال الخدمية تالت حاجة رابع حاجة احنا كلنا بنحب كمان نحن انتقار بالتلامس آخر حاجة بنحب كمان جودة الوقت أو الكواليتي طايم بس لازم كل واحد فينا القاعدة التانية بقى لازم كل واحد فينا يعرف ايه أعلى لغة عند كل واحد فينا يعرف يعمل يعرف أعلى لغة عند كل واحد فينا يعني ايه يعرف أعلى لغة أعلى لغة معناها ايه الحاجة اللي أنا لو عملتها شريك حياتي يطير من الفرح في رجال كتير وخاصة عندنا لما الرجال يكونوا مستقلين أو الستاتات تكون مستقلة بيأهم حاجة عندهم الكلام الحلو كلام التشجيع يبقى القاعدة التانية اللي لازم أعرف اللغة اللي بتلمس قلب حبيبي وزوجي أو اللغة اللي بتلمس قلب زوجتي من أول الطريق في الغالب أغلب الستات الكلام الحلو مهم جدا جدا عندهم خلينا أقولك حاجة مهمة جدا جدا بعض الناس يجي يقولوا بس أنا ما بحبش كد ما بحبش كلام الماسخ ما حبش كلام الميا ما حبش كلام اللي ملوش لازم ما حبش الكلام اللي الكلام اللي هو ملوش طعام ما حدش على فكرة علىك إن ما تقولش كلام ملوش طعام دي زوجتك زوجتك ونت حايز تحبها وتحبك فالكلام اللي يوصل لقلبها قوله لها قوله لها لأنه دوت هو دوت اللي هيخليها حلوة دايما بقول كده صحيحة وقال الشعر قال كن كميلا ترى الجبودة جميلا أنا كمان بقول قل لحبيبك كلاما جميلا يصبح جميلا قوله كلام حلو قول زيك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شوف بقى سنة رسول الله كان يحسن الحسن ليه يحسن الحسن عشان يزداد حسنا طبعا فيه تحدي عند الرجالة لما نجي نقول لهم إن انت تعبر عن الكلام الحلو تعبر بالكلام الحلو يقولك تتمرع علي على فكرة لو تمارعت عليك مش هيبقى فيه مشكلة هتتمرع علي فأنا بقى جوزي الست على فكرة مش لازم هتبقى جوزي الست بس انت هتبقى في قلبي الست لما تحس إن هي ضرة فريدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الناس إليه السيدة عائشة فلما سألوه نسألك عن الرجال قال أبوها وقال للناس محد لا تكلموني عن عائشة فإنه لا يأتيني الوحلو إلا وأنا في حجرها أهو فأنا في حجرها ده على طول يعلمنا لغة التلامس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف هو بيعبر عن اللغات دي إزاي عارف إن السيدة عائشة إيه اللي حاصل تحب إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحطها في مكانة خاصة فيسألها لما تيجي تشرب يقولها أنت شربت منين تقوله من هنا فيشرب رسول الله صلى الله من نفس المكان اللي شربت منه لأحد التعبيرات المهمة عن الحق ليه بيحسسها إن هي في مكانة خاصة هي تحس إن هي إيه ده حضرة النبي ما أعملش مع حد تاني غير كده هتحس إن هي طيرة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان تعمل كده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تحس بكده الزوجة ممكن تعمل كده مع زوجة تقوله إيه اللي حاصل لما تيجي تقعد جنبه وتمسح عرقه أو إن هي تكون موجودة معاه هتش يقول بقى ده إيه ده يع فيه تعبيرات كده إنسانية لما الناس تعملها الناس تحس إن هي قريبة من بعض من كتر من أهم الحاجات اللي لابد إن إحنا نتفق إن هي قواعد عامة بلاش فكرة إن إحنا خلاص بقى إنا قاعدين من شاهدة التلفزيون وكل واحد قاعد في حتة شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني لا يأتين الوحي إلا وأنا في حجرها خليكم قاعدين جنب بعض ما تعودوش بعيد عن بعض لإن البعض جفى ودايما نعلمونا إن تباعد الأجساد تباعد للقلوب فتعودوا جميع بعض هذا تعبير مناسب جدا عن الحب إيه اللي حاصل كمان فيه تعبيرات عن الحب يبقى إذن إحنا متفقين إن الكل بيحبوا الخمسة دول بس لازم تعرف معنى كل واحدة ديت عند الآخر يعني الزوجة مثلا التلامس عندها لابد أنه يكون معناه الاحتواء مش الخنقة لازم يبقى الاحتواء فالكلام ده تبقى مهمة جدا 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 القاعدة التالتة بقى في هذا الأمر لازم كل واحد فينا يعرف إيه اللغة دي إيه اللي هيقدمه باللغة دي في أي وقت يعني في وقت بيبقى الكلام الحلو مهمة جدا هو داخل وعنده تحدي في الشغل واحتمال كبير جدا جدا ياخد قرار إنه يغير الشغل بتاعه محتاج كلمات تحفيز محتاج إن حد يسنده يقوله نا معاك هي حاسة إن هي ابتدت تكبر في السن بدأت في سن الأربعين ويقول لها لا يقول لها كلام حلو كتير جدا جدا عن جمالها عشان تفضل بسخة من نفسها ما يخافش إنها تتصابة يا أخي هي لو تصابت وظهر عليها التصابي ده هيبقى ده هيخليك تحس بإن هي مزالة الجميلة اللي هي في قلبك واللي أنت دايما بتسعد برؤيتها فلذلك لازم نستخدم كل لغة من اللغات دي بشكل حكيم فوقتها في وقت الزوج ما بيبقاش محتاج غير أعمال خدمية يعني هو نازل ومستعجل ما عندوش حاجة خالص إن حد يساعده ما تجيش تقوله كلام حلو عايزاه يسيب لي في إيديه وبوصلها لا تعمل له الأشياء الخدمية هو لو هو نازل يقول يا ده لو ما كانتش هي موجودة في حياتي وما كانتش عملت لي ده ربنا يخليك إليه وهو لازم يشكرها لما تعمل الكلام ده كل واحد فينا عنده لغة بيحبها يبقى أول حاجة بنقولها في الإجراءات لازم كل واحد فينا يعرف اللغة اللي عندي شرك حياته اللي بيعبر عنها ويستخدمها بكثرة هيجد شرك حياته مختلف جدا جدا في التعامل معها تاني حاجة لازم نعرف ان احنا محتاجين للغات الخامسة دول ومحتاجين ان احنا نعرف امتى الأوقات اللي احنا بنعبر بيها آخر حاجة ان كل واحد فينا ببساطة خالص لو معرفش لغة اللي يعبر بيها عن نشرك حياته أرجوكم يسأله بعض أعودوا مع بعض كده ويسأله هو يجي يقولها بيعود كده يقولها أنا بحب الكلمة الحلوة لما يكون متضايق أنا عايزك تطبطبي علي يبقى اللغة بتاعته هي التلامس طب طبي عليه لما يعرف ده الثلاث قاعدة اللي انا قلتهم لحضرتكم دولة هتحل مشاكل كتير أول حاجة هنعرف اللغات تاني حاجة هنستخدم اللغات الخامسة مش هنستخدم لغة واحدة بس تالت حاجة اذا ما عرفناش نسأل شرك حياتنا وفي الآخر خالص لازم كل واحد فينا يحمد ربنا على النعمة ان ربنا سبحانه تعالى جعله في نعمة الجوائل الزواج وان ربنا سبحانه تعالى جعلنا عندنا معرفة مهما حسينا بان الابواب غلقت عندنا مفاتيح ربنا جعل عالنا زي لغة الحب دي